نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار الحكومة قرارا بتغليض العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري وأكدت وزارة الداخلية أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد موضحة أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد وأوضحت الوزارة أن القانون ينص على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية